يعني أنا أعيدك إلى فترة الكاظمة أيضاً لأقول لك أنه كيف كان يذهب إلى إيران ليتوسل المرشد هناك حتى يعني يسمح بالانفتاح ولم يسمح إلى أن توافرت الظروف ظروف قاهرة، ظروف إجبار، ظروف ترضية، ظروف تنازلات الآن يعني لعل المحظوظ بهذا الأمر ربما السيد السوداني مع تزامن هذه الأحداث والتوافقات التي بنيت كيفما بنيت كما قلت لتعاد صياغة أمن المنطقة بطريقة مختلفة حينما تذهب كل المعطيات إلى تصور جديد، واقع جديد بعيداً عن حساب الداخل العراقي داخل العراقي أستاذ عدنان لم يتغير عن سابقه حقيقة في موضوع الجماعات المسلحة إلا اللهم روضت بقدرة قادر أنا أكرر وأقول لأنه لم ينزع السلاح من أي جماعة مسلحة مجرد سيد وزير الداخلية المحترام قد أوعز بتسجيل السلاح لدى العشائر ولم يتطرق إلى تسجيله لدى الفصائل ما أعلم يعني ربما تكون محصورة عند الحشد أسلحتهم لكن بدنا نسمع بفصائل تمتلك أسلحة باليستية يعني صواريخ باليستية ونأمل أن يصدر نفي بهذا الشيء لكن هناك توترات أيضاً تواترات عن انتلاك طائرات مسيرة عليها خرائط موجهة إلى دول معينة يعني هذا يعني ما ممكن أنه بهذه المعادلة أنه أغض النظر عنها فما الذي حصل عن ظروف 2014-2015 حينما جيوشية الجيوش لاقتناص صيادين عزل ما جرى تغيير معين